ونبقى في السياق نفسه حيث انطلقت اليوم في العيون حملة لتوزيع 24 ألف ناموسية مشبعة على الأسر في مقاطعات ولاية الحوض الغربي بهذه المناسبة وضح المدير الجاوي للعمل الصحي سيد آمادو آدم بال أن هذه الحملة ستشمل حوالي 72 ألفا وخمسة مائة أسرة بالولاية مما سيكون له الأثر الإيجابي في حماية المواطنين من الملاريا جرى انطلاق الحملة بحضور حاكم مقاطعة العيون المساعد والطاقم الصحي بالمركز وعدد من المستفيدين